دايماً يقول لك الجملة مشهورة جداً التي شيرت تقيل عليه أيوان سمعتها دي كتير اوه هي المقولة دي يعني صح مليون مية مية في المية طب لأ انت وانت كنت كابتن لنادي الزمالك وكان فيه لعبين بييجوا جديدة على الفرق وفيه منهم اللي مش بيوفق يعني ما ببقاش مميز وكان رغم انه كان موفق في فرق والاخرى انت ككابتن بقى ودورك كابتن في الظروف اللي زي دي يعمليه مع اللاعبين دول بنوعه كذا مرة يعني كان دايماً بيقعد معي شيكا وكان دايماً او ممكن قبل ما كان شيكا يجي كان ممكن نعب شافي وممكن طرق حامد وجنش كنا قول وينش برده وكنا بنوعاً نتكلم مع اللاعب اللي بتركز في الحاجات داتي يعني بس هي بتبقى خلاص هي عند اللاعب ده انه هو الجي اللي شافه الفترة دي هو اخي قرر انه هو عايز يمشي من نادي يعني وده حصلت اكتر من اللاعب احنا بنحاول نقولهم انه هو ده طبيعي لان انت بتلعب في نادي كبير زي نادي زي مالك انت مطالب دايما ان انت تكسب وبقي شكلك كويس في الملعب يعني حتى لو كسبت وشكلك مش كويس في الملعب هتلاقي انتقادات بتحصل صح فيه لعيبة بتتأكلم مع الكلام وممكن بعد فترة تبقى كويسة وفيه لعيبة تانية لا اهي خلاص شخصيتها ما لا لا انا عايز اطلع عارة مع انه مثل ماكملش 3-4 ماتياط انا عايز اطلع عارة مش هي لعبة نادي هتضغط بي انت هتكلمه وتقوله ايه يعني انت في حد جيمة ماضي 3-4 سنين ومالحقش قعد 3-4 اسابيع في النادي ويقولك لا انا مش هستحب طيب